ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور إذا كان الظلام يملأ العالم من حولك أخبرني بالله عليك ما يكفيك من النور حتى ترى وتبصر وتقول لنفسك لقد حان الوقت هل تنتظر تلك الشمس العظيمة لكي تأتي إليك وتنير لك كل ظلام العالم أم يكفيك شمعة صغيرة ترى بنورها ما أمامك وما خلفك ما عن يمينك وما عن شمالك وأيضا ما بداخلك آية حدثت في الأيام الأخيرة آية من آيات الله حدثت في الأيام الأخيرة تمثلت في اعتزال الشاب وهو في ريعان الشباب وأوج النجاح لمجال عمله الذي عرف واشتهر من خلاله وبصوت فرح يعبر عن قلب مهتد إلى نور الله يفسر هذا الشاب للعالم الأسباب التي أدت لما أقدم عليه وكان السبب الأول هو عدم الشعور بالاطمئنان وعدم الشعور بالسلام لما يقول ولما يفعل أثناء قيامه بهذا العمل وكان السبب الثاني هو إدراك التام أن هذا العمل لن يصل به إلى الغاية الحقيقية المنشودة من هذه الحياة ألا وهي رضى الله والناتجة عن الانتثال الكامل لقول الحق تبارك وتعالى كما ذكره في حديثه وما خلقت الجنة والإنساء إلا ليعبدون إن ما فعله هذا الشاب الرائع زولفترة النقية يطلق عليه في الإنجليزية وبلغة الكمبيوتر يطلق عليه في مجال التعليم والتدريب هي الخطوة الأهم والأعظم والأخطر والأقيم اللي بتضمن تحول غير المتعلم لمتعلم والمتدرب لمحترف إن ما فعله هذا الشاب الرائع زولفترة النقية يطلق عليه في الإنجليزية وبلغة الكمبيوتر وبالعربية يطلق عليه مراجعة النفس واكتشاف عيوبها ومعرفة خطاياها ومن ثم إصلاح العيوب والاستغفار عن الخطايا وبالخطاب الإلهي القرآني ما فعله هذا الشاب يطلق عليه التزكي نعم هو التزكي الذي أخبرنا الله عز وجل عنه في القرآن والآية أو المعجزة فيما حدث أن هذا التزكي حدث على مرأة ومسمع من العالم ليكون هذا الشاب هو ما فعله حج على كل مسلم وعلى كل مسلمة بل وعلى كل إنسان أمام الحق يوم الحق والحق هنا ليس في مجال العمل ليس في مجال عمل هذا الشاب هل هو حلال؟ هل هو حرام؟ والذي للأسف وللحصرة كان مجال العمل هو محور النقاش ومحور الخلاف والاختلاف مما أدى إلى الدخول في حلقة مفرغة وفي هذا ميل عظيم الحق هنا والعبرة هنا ليست بمجال عمل هذا الشاب وإنما الحق والعبرة فيما فعله هذا الشاب تجاه نفسه وهو ما ينبغي على كل إنسان أن يفعله تجاه نفسه ليس فقط في مجال العمل بل في كل ما يقول وكل ما يفعله أي إنسان سواء كان إمام مسجد أو مؤذن طبيب أو مهندس مدير أو عامل وزير أو غفير حارس أو مالك للعقار أب أو أم زوج أو زوجة ابن أو بنت مدرس أو طالب علم ينبغي على الجميع أن يسأل نفسه هذا السؤال هل أشعر بالسلام؟ هل أشعر بالاطمئنان لكل ما أقول وكل ما أفعل؟ هل ما أقوله وما أفعله سيصل بي إلى الغاية الحقيقية المنشودة من وجودي في هذه الحياة؟ ألا وهي رضى الله والناتجة عن الامتسال لقول الحق تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنسة إلا ليعبدون؟ سأتلو عليكم بعض الآيات أو أجزاء منها التي تتحدث أو التي يحدثنا الله فيها عز وجل عن التزكي ومن هذه الآيات سنفهم أن التزكي مثل مثل الاهتداء أفعال تنبع من الإرادة الحرة للإنسان ليثبت بها الإنسان لمن خلقه أنه كان جديرا بحمل الأمانة وأنه جدير بأن يكون خليفة لله في الأرض وأنه سيكون جدير بأن يكون من ورثة جنة النعيم يقول الحق قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ويقول قد أفلح من تزكى وزكر اسم ربه فصل ويقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ويقول كل المؤمنين يغدوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله علي بما يصنعون ويقول على لسان الخليل إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ويقول الحق في استجابته لدعوة إبراهيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ونلاحظ في الآياتين ونلاحظ أن التزكي قد ذكر في الآياتين وإن كان في دعوة الخليل إبراهيم كان في الترتيب الثالث وفي استجابة الحق للدعوة كان في الترتيب الثاني بعد تلاوة الآيات وقبل تعليم الكتاب والحكمة وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما قال أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي ويقول الحق أيضا ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير ودعوني أخبركم بالآية كاملة وبلحاقها أيضا لنتذوق كيف أن القرآن شفاء لمن في الصدور وكيف أن القرآن هدى وبشرى للمؤمنين يقول الحق ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنزر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نزير سأختم بما مدأت به ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور إذا كان الظلام يملأ العالم من حولك أخبرني بالله عليك ما يكفيك من النور حتى ترى وتبصر وتقول لقد حان الوقت للتزكيه هل تنتظر تلك الشمس العظيمة أن تأتي إليك ذات يوم وتنير لك كل ظلام العالم أم يكفيك شمعة صغيرة ترى بنورها ما أمامك وما خلفك ما عن يمينك وما عن شمالك وما في نفسك أيضاً اللهم بحق إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا إلى الحق اللهم بحق اسمك الحق اهدنا إلى الحق سبحانك إليك المصير أهلاً بكم تابعوني